الوحدة إلا ربع نشأة ظهيرة من القناة الثانية وهذه أبرز العنوين التعاون جنوب جنوب عند المستشارين المجلس يحتضن على مدى يومين المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب والنقاش سينصب حول قضايا آنية تبدأ بتعزيز الحوار السياسية والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينيا ضيفنا من رباط فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنية والمحتل الإسرائيلي يريد اجتياح رفح الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون نازح فلسطيني في حرب تدخل شهرها الخامس والهدنة متعثرة إلى حدود الآن لأن النشاط الزراعي يستهلك نحو 87% من المياه الجوفية والسطحية خطاب تحسيسي يتواجه لمزارع وحاتث غير التأقلم مع إجهاد ما يتأكد وطنيا في اليوم العالم لمحاربة سرطان التفرر بورتاج ظهير من الدار البيضاء الأرقام والسؤال مفاتيح الشفاء لضيفة ظهير لبناء مسلم عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الظهيرة النظام الأساسي الخاص بموظف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية نوقش اليوم في مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش المجلس يناقش أيضا شقة تعويضات المخولة لموظف وزارة التربية الوطنية ثم دروس الدعم التربوي والمرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيما يتعلق بمشروع المرسوم الأخير بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وكما أسلفت ذكرى في العنوين تنزيلا لمضامين إعلان رباط عاصمة لتعاون جنوب جنوب يحتضن مجلس المستشارين المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب على مدى يومين النقاش سينصب حول قضايا آنية تبدأ بتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية ويمتد النقاش أيضا إلى ملفات اقتصادية تسائل دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقرية في إفريقيا وفي المنطقة العربية ودول أمريكا اللاتينية ينضم إلينا مباشرة من رباط فيصل الفائز رئيس مجلس الأعيان الأردني أهلا بكم سيد فيصل الفائز إذن أتعاون جنوب جنوب يناقش اليوم في الرباط أهلا بك يا أهلا وسهلا بكم إذن أتعاون جنوب جنوب يناقش اليوم في مجلس المستشارين في العاصمة المغربية الرباط سؤال لكم سيد فيصل فائز رئيس مجلس الأعيان الأردني كيف يمكن أن تسهم الرباط وعمان في تعزيز التعاون جنوب جنوب في بلدان قارتنا الإفريقية في المنطقة العربية وبلدان أمريكا اللاتينية هذا المؤتمر مهم جدا ويأتي في وقت عصيب صحيح إذا نظرنا إلى الوضع العالمي الآن هناك حروب تجري في كثير من الدول هناك مجاعات هناك فقر وبطالة هناك مشكلة بالنمو الاقتصادي لكثير من الدول الجنوب إذا نظرنا إلى التصنيف هناك تصنيف دائما يقال الشمال الغني والجنوب الفقير وهذا تصنيف خاطئ لأن الجنوب التي هي دول العربية ودول الأمريكا اللاتينية والكاريبي ودول الأفريقي لديها مقدرات هائلة لماذا مثلا دائما ينعم بالرخاء في الشمال وفي الجنوب تجري كل هذه المشاكل هذا السؤال يجب أن يسأل لماذا لا نتفق على خارط الطريق للوصول إلى تكامل اقتصادي ما بين دول الجنوب كاملة بما فيها الكاريبي والأمريكا اللاتينية والعالم العربي ودول الأفريقية لماذا دائما نحن نواجه المشاكل يعني بعد الحرب العالمية الثانية المشكلة الوحيدة التي واجهت الغرب أو الشمال هي الحرب الأوكرانية ولكن إذا نظرنا إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية ونظرنا إلى ما جرى في دول الجنوب يعني دائما من أسوأ إلى أسوأ للأسف وهذا يجب أن يعالج يعني يجب أن يكون هناك دائما تكامل اقتصادي بين هذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة في هذه الدول لتجنب الحروب وتجنب المجاعات والمشاكل التي يواجهها الجنوب عادة فهذا هو المحور الرئيسي لهذا المؤتمر المهم وإن شاء الله اليوم ألقوا كثير من العضاء الوفود ورؤساء الوفود كلمات دائما تسعى إلى أن يكون هناك إن شاء الله تكامل اقتصادي بين هذه الدول تحددتم سيد فيسل الفائز عن الهوى بين دول الشمال ودول الجنوب في ظل أزمات دولية راهنة كيف يمكن أن يسهم موعد بهذا الشكل وبهذا الثقل في كسر الهوى بين دول الشمال والجنوب بتحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز المشاكل التي يواجهها الجنوب لأن دائما الشمال للأسف هناك استغلال لدول الجنوب ولا يوجد هناك عدالة في توزيع الثروات وكل هذه الأمور فبعتقد الحل الوحيد هو أن يكون هناك تكامل اقتصادي بمدة زمنية لا يجب أن نقول نضع خارطة الطريق ولا يكون هناك متابعة يجب أن يكون مدة زمنية مثلا من الآن وبعد عام من الآن يجب أن نضع خطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع لأنه إذا ما وضعنا خطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع لن نصل إلى النتيجة ويجب على الشمال أن يعي أن نحن نعيش في نفس هذا العالم فإذا تضرر وأصبح هناك مثلا فقر وبطالة ممكن أن يؤثر كمان سلبا على دول الشمال فيجب على دول الشمال أن تساعد كذلك في أن يكون هناك تركيز أكثر على النمو الاقتصادي إذا نظرنا إلى الإنفاق العسكري الآن دول العالم تنفق حوالي نص تريليون دولار على الإنفاق العسكري يعني هذه جريمة جريمة بحق الإنسانية لماذا لا يكون هناك مثلا جزء من هذا المبلغ أنا لا أقول أن لا يكون هناك إنفاق عسكري لأنه في بعض الدول تحتاج إلى إنفاق عسكري لكن أن يكون نصف هذا المبلغ أو ثلث هذا المبلغ يصرف على التنمية المستدامة فهذا أفضل بكثير يعني دائما الذي يغذي الحروب هو السلاح ومبيعات الأسلحة وتجار الأسلحة ببع أنكم تحددتم دعني سيد فيسل فايز ببع أنكم تحددتم عن الحروب إذا نظرنا الآن إلى ما يجري في غزة مثلا ودعنا نقف عند الحرب المفتوحة في غزة والحرب التي دخلت شهرها الخامس فيما تتعذر إلى حدود الآن الهدنة نعلم جيدا أن المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية منسجمان في موقفهما تجاه الحرب الحالية المغرب والأردن عبر عن رفضهما القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين هناك اليوم حرب مفتوحة في القطاع قطاع غزة لشهر الخامس توالينا كيف تنظر الأردن ورباط معنا لهذه الحرب المفتوحة إلى حدود الآن دائما هناك الموقف بيننا وبين أخواننا في المغرب موقف واضح وهو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وقف لهذه المذبحة هذه جريمة عبادة فالجانب الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حكومة أكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية فيجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار يجب أن يكون هناك عقوبات تفرض على إسرائيل لما جرى في غزة دمرت البلد التحتية مئة ألف ما بين شهيد ومفقود وجثة تحت الأنقاض وجلهم من النساء والأطفال للأسف مئة ألف هذه إبادة غير مسبوقة في تاريخ العالم غزة دمرت عن بكرة أبيها للأسف والمجتمع الدولي لا يفعل شيئا والمجتمع الدولي للأسف داعم لإسرائيل وداعم للخطوات الإسرائيلية حتى الولياء المتحدة الأمريكية تقول لإسرائيل نحن مع اشتياح رفح ولكن يجب التقليل من الضرر بالمدنيين أو قتل المدنيين يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار مبدئيا يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لفرض الحل على إسرائيل لأنه إذا كانت هناك مفاوضات الآن ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لن يكون هناك سلام يجب أن يفرض الحل فرض من خلال مدد زمنية وتفكيك المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة فهذا هو الأساس ولا يمكن إسرائيل أن تنعم بالسلام انتهت هذه المعركة سيكون هناك المعركة أخرى إذا ما أرادت إسرائيل حل الدولتين ماذا يريد نتنياهو حل الدولة الواحدة هناك ضمن حدود فلسطيني التاريخي الآن يعيش سبع مليون فلسطيني وسبع مليون إسرائيلي إذا لا يريد نتنياهو حل الدولتين ويريد حل الدولة الواحدة ليعطي الفلسطينيين حقوقهم السياسية أما إذا ما استمر الوضع كما هو الآن سيؤدي ذلك إلى حكومة أبرتايد أي حكومة عنصرية مثل الحكومة التي كانت قائمة في جنوب أفريقيا وإسرائيل لا تحترم أي قرارات دولية انظري إلى قرار محكمة العدل الدولي الآن طلب من إسرائيل من خلال شهر أن تقدم تقرير وتوقف كل العمليات العسكرية وقتل المدنيين وما إلى ذلك ولكن لننظر الآن لا يوجد احترام لأي قرار دولي من قبل الأمم المتحدة أو من محكمة العدل الدولية فإسرائيل يجب أن يضع لها حد العالم الغربي يجب أن يقف موقف قوي ضد الممارسات التي تجري في غزة وضد الممارسات الإسرائيلية حتى في الضفة الغربية الآن في تركيز على غزة ولكن ما يجري في الضفة الغربية من تقتيل ومداهمات لقرى ومدن فلسطينية واعتقالات بالألاف هذا كله جزء من الممارسات الإسرائيلية وللأسف أن المجتمع الدولي يعني والرسالة واضحة لا يعني ذلك لا يعني أي شيء ممكن أن يؤدي يؤدي إلى حل دائم ويعطي الفلسطينيين حقوقهم المشروعة شكرا لكم فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني قبل أن نقول لكم شكرا أحببت فقط أن أهنئكم مرة أخرى على وصول منتخب النشام المنتخب الأردنية إلى المركز الثاني في كأس آسيا الأخير المبروك على الأردن الفوز بالمركز الثاني بقيادة إطار وطنية حسين عموتة شكرا لكم فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني كنتم معنا مباشرة من الرباط خارج المغرب المحتلل الإسرائيلي يريد اجتياح رفاح ورفاحة هي الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون فلسطينية رغم تحذيرات دولية المتزايدة والمفاوضات الجارية صعيا لتوصل إلى هدنة يبدو أنها متعثرة إلى حدود الآن يونس رفيق يتركز العدوان الإسرائيلي على مدينتي خان يونس حيث لجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر الذي يحاصره الجيش الإسرائيلي ورفاح على الحدود المصرية في رفاحية تجمع حسب الأمم المتحدة نحو مليون واربعمائة ألف شخص معظمهم نزحوا بسبب الحرب وتعد رفاح من كبريات مدن الخطاع المحاصر التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن على اجتياحها بريا وهي نقطة الدخول الرئيسية للمساعدة من مصر الولايات المتحدة أبدت معارضتها لشن هجوم تعتزم إسرائيل شنه على رفاح بدون ضمانات بشأن المدنيين كما حذرت أستراليا وكندا ونيوزيلاندا اليوم إسرائيل من النتائج الكارثية لمثل هذا الهجوم من جانبها حضت دول الكومون ويلث الثلاث ببيان مشترك نادر من نوعه حكومة نيتانياهو على عدم سلوك هذا المصار حيث لا يوجد أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه في الأثناء تتواصل المفاوضات بوساطة قطرية ومصرية سعيا لتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس تشمل إطلاق الصراح أسرى الجدد فيما يسر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياهو على تخلي حماس عما وصفه المطالب الوهمية وتقول إسرائيل إن 130 رهينة مازالوا محتجزين في غزة من جهته دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء حماس إلى إنجاز صفقة تبادل لتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح وتجنب وقوع ألاف الضحايا ينضفون إلى الحصيلة الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي والتي تعدت 28500 شهيد في الولايات المتحدة الأمريكية قتل شخص واحد وأصيب أزيد من 20 آخرين بجروح ضمنهم أطفال صغار في عملية إطلاق نار جمعي أمس خلال مسيرة للاحتفال بفوز فريق كينسا سيتي في السوبر بول ما أثار حالة من الضعي بين حشود ضخمة من المشجعين في القارة العجوز يبدو أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذه المرة لتصبح ثالث اقتصاد في العالم ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصارد رغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر جراء نقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها عودة إليك يونس رفيق بسبب ضعف الطلب المحلي والانخفاض القوي في قيمة اليان اليابان تفقد مكانتها كثالث قوة اقتصادية في العالم لصالح ألمانيا إجماليه الناتج المحلي الإسمي لليابان دون تعديله وفقا للتدخم بلغ 4.21 تريليون دولار وهو رابع أكبر ناتج محلي في العالم بعد الناتج الألماني الذي بلغ 4.46 تريليون دولار وحسب مكتب مجلس الوزراء الياباني انكمش الاقتصاد في اليابان بنسبة 0.1% مقارنة بالفصل السابق أي بمعدل سنوي قدره 0.4% في ظل تراجع إنفاق الأسر والشركات في سياق يخيم عليه التدخم وأصبح لدى ألمانيا الآن ثالث أكبر اقتصاد في العالم ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات ورغم مواجهة البلدين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها والجامعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تجتمع في الرباط في مجلس النواب تعقد اليوم الدورة السابع عشر للجامعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والقمة الثامنة للرؤساء صبيحة يوم افتتاح هذه الدورة تميزت باجتماعات اللجانة كانت هناك مريم أبلال التحديات المشتركة للمنطقة المتوسطية تجمع أعضاء الجامعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحت سقف البرلمان المغربي هنا بلجنة الشؤون السياسية والأمن نوقشت أهم التوصيات خاصة التعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي وضمان السلم دون إغفال إضافة توصية تهم الدعوة لإطلاق النار بقطاع غزة هناك مبادئ حول السلم والأمن والطاقة والأمن الإقليمي نقاط ضمن توصيات هذا الاجتماع وهي توصيات تعكس موقف الجامعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ومن الواضح أن القضية الفلسطينية هي ضمن مسلسل السلام بالمنطقة وإنه شرط للأمن بالمنطقة جعل القطاع الثقافي أكثر استدامة في بلدان حوض البحر المتوسط وتنسيق الجهود لكفالة الاستدامة البيئية كان ضمن مشروع توصيات لجنة تعزيز مستوى الحياة فيما ركزت لجنة المرأة في مذكرتها المفاهيمية على تعزيز الدور القيادي للنساء في تخصص العلوم والتكنولوجيا المغرب أصبح سبق حتى بالنسبة للدول الأوروبية سبق فيها التوجود للحفاظ على البيئة عن طريق الطاقة المتجددة وهذا من أهم توصيات التي خرجنا منها بأنه تحسيس العالم على الحفاظ على جودة الحياة من خلال حفاظ على بيئة اجتماع اليوم كان مثمرا وقد ناقشنا عددا من متطلبات الارتقاء بأوضاع المرأة ب43 بلدا عضوا بالجمعية البرلمانية من أجل متوسط لتعزيز قيادة وحضور المرأة بعدد من التخصصات هو فضاء للحوار والتعاون المتوسطي بين أعضاء يبلغ عددهم 280 يمثلون 43 برلمانا بالإضافة للبرلمان الأوروبي موزعون بين الضفتي المتوسط وكما أستفت الذكر في العنوين النشاط الزراعي يستهلك نحو 87% من المياه السطحية والجوفية وأمام حقيقة الإجهاد المائي بات لزاما على المسارعين أن يراجعوا طريقة استعمالهم للماء وهو محور الحملة التحسيسية الموجهة إلى مزارع واحات تنغير وسط مطالب بإصلاح الصواقي أولا نزعب عزيزي والحسن بالعلي مزارع حنبل نواحي تنغير توالي سنوات الجفاف أدى إلى هجر الأراضي الفلاحية ومن بقي متشبتا بحقله يقول إن المعاناة كبيرة لتوفير مياه السقي كيفية تدبير المياه في ظل شح التساقطات المطرية محور لقاء تواصلي تحسيسي داخل الواحة الهدف الحث على الاستعمال المعقلا للماء الصالح للشرب وللمياه المخصصة لأغراض زراعية المياه المخصصة لأغراض زراعية التي تشرف تعاوني مزارع حنبل عليها فكانت اشتغل في واحد المجال فيه تقريبا 75 كتار السقوية كانت تسقى بالماء ديال الواد في إطار الدورة السقوية النبل التي تعرف المنطقة ومن بين تدابير التي تدير تعاونيها أنها تدير حملات تحسيسية لكي تحسس الفلاحين ترشيل في الاستغلال المياه ديال السقي وكذلك تفعيل ديال القاعدة والاسمتو ديال المنطقة العرف ديال المنطقة ديال النوبة يعني السقي يعني بالتوالي وتقسيم الحصص على مختلف الضواهور ديال الجماعة ديال تنغير وكل احترام تأهيل الواحات وإصلاح السواقي وتفعيل البرامج الفلاحية المرتبطة بسد تدغى مطالب رئيس لساكنة إسهاما في استدامة الموارد المائية ونشاط الفلاحي يستعيد بعضا من حركيته المعتادة في مناطق الحوز التي تدررت من زلزال الثامن من شتمبر مزارع ثلاث قرى في الحوز استفادوا من دعم قدمتهم مؤسسة الزكاة الأمريكية منحت للمزارعين نحو 120 رأسا من الماعز روبرتاج لعادي المزكري المتابعة معك جيهان دوبلالي تيزيان تحليوين وأديس ثلاثة دواوير بالقرى الجبلية بمنطقة الحوز تستفيد من 120 رأسا للماعز بهدف تحسين ظروف المعيشة للساكنة وتوفير مدخول قار للعائلات التي تضررت بسبب زلزال الثامن من شتنبير الماضي أعطيتنا الأعمال باش نتاني نديروا شي مشروع لولادتنا في هذا الإدماج تنشكرهم للناس اللي يجابلون هاد المعاز تنشكرهم مزاف حنت الزنزال قضاء علينا مزاف كان اللي اللي يمشال ليه المعاز كان اللي يجاب ليه البكر مزاف كان اللي غايد يدير بهم الحليب بالنسبة الحليب الفرماج واسمته الزبدة ديال 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 الحليب غايد يستفيد من الناس ودك الحليب يقدر يديه التعاونيات غايد يستفيد من الناس غايد يتباع المهم الناس غايد يستفيد زيان من هذا الشيء يسخر بطبراك ولو كني يخلص ربي تبراك ولو يخلص لو كني نجهد نتمن مجهد لاني خلص منظمون على تأسيس تعاونية في كل دوار وذلك لتمكين العائلات المستفيدة من الحصول على دخل مستدام من خلال إنتاج الحليب وتسويقه عبر باقي التعاونيات نفقد عدد المشي ديرهم وقلنا هذه مناسبة لكي يمكننا نقس تعاونيات في ثلاثة دل دواوير ونحاول نفر لهم المعز من أجل الانتاج وتسويق والبيع ونكون مدخول القر إن شاء الله هي إذن مبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحسين مستوى حياة الأسر المستفيدة وتتابعون في الشق الثاني من الظاهرة تلبية احتياجات سوق الشغل من الموارد البشرية المؤهلة مهنيا مهمة يقوم بها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوفر نصف مليون مقعد بيذاغوجي بأربعمائة مؤسسة تكوينية وقرابة الخمسمائة مهنة ضمن روبرتاجات ظهيرة بضوى وتحذير رمضان جولة في بعض الأسواق ماذا في الكفة في اليوم العالمي لمحاربة سرطان الأطفال تقودنا الأرقام إلى الدار البيضاء في الجهة حالات السرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن العشرين سنة تشكل 3.3% من مجموعة حالات السرطان والأهم أن الشفاء غالبا ما تكون مرتفعة وقد تصل إلى 90% عند هذه الفئة خاصة إذا كانت تشخيص مبكرا سمية دهين وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان فإن سرطانات الأطفال قد يكون من الصعب التعرف عليها مبكرا وذلك لأن الأعراض الأولى للمرض تتشابه مع أمراض أخرى معروفة مثل الحمى أو الإصابة بكدمات هذه سرطانات متنوعة والأكثر شيوعا لوكيميا درجة الأولى يأتي سرطان الدم أو ما يسمى اللوكيميا لليسيمي أيغو اللمفاوي والغير اللمفاوي ثم يأتي من بعد منه سرطان الغدد اللمفاوية ثم في المرتبة الثالثة يأتي سرطان الدماغ رغم صعوبة التعرف على أعراض سرطان الأطفال إلا أن هناك علامات تستدعي القيام بالفحوصات طبيعة الحال لا يمكن لها تعرف ما كان مشكلة ولا لا إنما التي تلاحظ هو أن الطفل أو الرادع ينزل ويفصح في الوزن ويتلتج للطبيب الأخص التي تبع هناك خيارات متعددة لعلاج سرطان الأطفال يكفي أن يكون التشخيص مبكرا في جراحة وفي العلاج بالشيميوترابي بالراديوترابي العلاج ما يسمى بالعلاج الموجه لا تيغا بي سي بلي هذا العلاج هذا هو علاج يمشي مباشرة بعض الجزيئات في الخلية الخبيطة الخلية السرطانية ويضربها مباشرة وفق إحصائيات المنظمة العالمية للصحة فإن حوالي أربعمائة ألف تفل تتراوح أعمارهم ما بين لحظة الولادة إلى غاية التاسع عشر من عمرهم يشخصون بمرض السرطان بشكل سنوي وضيفة الملف لبنى بوسلهم متخصصة في أمراض السرطان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أهلا بكي إذن في اليوم العالمي لمحاربة السرطان الطفل توقفنا عند أوجه التشابه لنا أن نتحدث ربما عن تشابه في أعراض مرض السرطان لدى الطفل مع أمراض أخرى كيف يمكن أن نميز في الأعراض ومتى يمكن أن نقف عند حالة السرطان ممكن لدى طفل تقل أعمارهم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم معنى العشرين سنة شكرا جزيلا على استضافة لكم على مواكبة القناة الثانية لهذا اليوم العالمي للمحاربة سرطانة الأطفال لأن بحل في الروبرتاج سرطانة الأطفال تأتي عند شريحة عمرية الأطفال واليافعين يفرقون سرطانة عند الطفل من صفر حتى 14 سنة وعود من 14 إلى 19 سنة يكون جسم في طور النمو اليافع لا يصنب الفرنسية هذه السرطانة الحمد لله لدينا عدد في بلادنا 1 ألف بين 1 ألف و 1 ألف و 100 حالة سرطانة سنوية اللي كان سجلوه في سجل السرطانات والخاصية لها بحل اللي قلت هو أنها ما عندهاش وقاية اللي نقدرون نديرو لها لأن ما تنقدرون نتوقعوها لشي بحل السرطانات عند لبنة أبو أبو أسلام قبل قبل ما نتقلو لشق العلاج ونسب الشفاء عند الأطفال المصابين بذاء السرطان كيف متى يمكن تشخيص هذه الحالة خاصة عند الأطفال الصغار يعني مثلا كتكون أعراض متشابة متى يمكن أن يتوجه الأب أو الأم إلى المستشفى وممكن تكلمو فهد الحلاء لأنه سرطان طفل لأن الأعراض تشابه وقتش خصد الأب أو الأم تخلع وتمشي لأنه لا تكون هذه الفرادية السرطان متروحة في البال هذا الشي اللي كنت نوصل له أن سرطانات الأطفال عندها مجموعة من الأعراض التي تقدر تكون وبحل اللي قالت الدكتورة قبيلا الأغلبية هما سرطانات الدم الحادة يعني تقدر تكون سخانة يقدر يكون نقص في الوزن يعني أعراض متعددة ومتنوعة وانا الرسالة اللي ينقدر نبعتوه هو أن الوالدين ما يحاولوش ينتظروا في أي عرض بل عند طفلك يقدر يكون لأن سرطانة الأطفال كين جهاز الدموي جهاز العصابي كين سرطانة الكلي كين سرطانة الدماغ يعني أي رسالة المحددة هي في أي سبب بل عرض على ولدك سير عند طبيب أقرب طبيب عام والاختصاص في الأطفال لأن حالما كانت مبكر حالما تكون فرص شفاء جيدة الفردية ديال الوراة واش تطراح عند طفل مصاب بالسرطان كين مجموعة من الأبحاث اللي قدرت في هذا اتجاه ولكن ما كين شوح نتيجة يعني علمية موثقة كين بعض دراسات اللي تقول لك إلا كان بعض الأمراض اللي كتتعرض كتر للسرطان الطفل كان قدر نقول حد بإلا كان طفل فيه لوكيميا يقدر يكون لغيسك ولا خطر عند خوته أكثر ولكن دراسة محددة لك تقول لغيسك لا ما زال ما كينش لحد الآن على حسب التجارب ما هو مؤكد هو أن نسبة شفاء ممكن توصل 90% كما قلتم دكتورة إلى كان تشخيص مبكر اليوم المراكز الاستشفائية على صعيد الوطنية ماذا تقدم لطفل مريض بداء السكري ببداء السرطان سرطان إلا سمحتي لي كان بغي هنا النوح بتجربة المغربية في إطار يعني مكافحة سرطان للطفل هي كانت منظمة صحة العالمية دارت واحد المبادرة عالمية باش أن نطلعوا من نسبة شفاء سرطان الأطفال وحدات على الصعيد العالمي 60% على الصعيد العالمي يعني 60% دي نسبة شفاء احنا في المغرب لله الحمد ومنذ انطلاق هاد المبادرة اللي شاركنا فيها كأول بلد في المنطقة الإفريقية وفي شمال الإفريقية في هاد الانيسياتيف اللهم لك الحمد أن نسب الشفاء في المغرب تتوصل أكثر من 70% وحنا مزاقوا وكانين بعض السرطان التي تفوت فيها في المغرب 85% حتى 90% يعني اللهم لك الحمد نسب الشفاء في المغرب يعني كانين مراكز التشفاء كان الأدوية اللي تغى بي سي بلي والأدوية الجديدة كان بروتوكولات علاجية محيانة يعني كنقدرون قلو بإن آه في المغرب اللهم لك الحمد عندنا وحد لعدد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كنت معنا مباشرة من الرباط تلبية احتياجات سوق الشغل من الموارد البشرية المؤهلة طبعا مهنيا هي مهمة يقوم بها مكتب تكوين المهني وإنعاش الشغل يوفر نصف مليون مقعد بداغوجي بأربعمائة مؤسسة تكوينية وقرابة خمسمائة مهنة كاميرا ظهيرة تنقلنا إلى المعهد المتخصص للبناء والأشغال العمومية بالراشدية معك بسنطع حلمها الاشتغال كمهندسة بناء هي الآن متدربة بالمعهد المتخصص للبناء والأشغال العمومية بالراشدية بعد حصولها على شهادة الباكالوريا لم تتوافق في اجتياز مباريات المعاهد العليا فهل يتوقف الحلم؟ كان يوجد بلوم أن نتوجه للمعهد لتكوين المهني يمكن أن ندوز هذه الفورماشون إن شاء الله من أن نأخذ ديبلوم نقدر أن نتوجه وندير الإجازة المهنية من بعد الإجازة المهنية سندير المستر وهكذا سنكمل خمس سنوات لكي ندر أن نجل نغذية تتوفر جهة ضرع تفلات على 16 معهد للتكوين المهني مجهز لاحتضان 11 ألف متدرب بعروض مصممة للاستجابة لحاجيات سوق الشغل من هذا المعهد المتحصص في المجال المعماري خسارة الفلاق بالطبوغرافي بناء على الإجراء الختالي دي جقرات هنا والحمد لله يدبكم دي سنة خاصة في بيرو دارشيتكت وكنتمنى أنني حتى أنا نكون بحالة في هذا الضمين بالطبوغرافي بالنسبة للمعهد دينا فالمعهد يوفر 1500 مقعد بيطاغوجي تمثل تقريبا 22% من العرض تكويني لجهة ضرعة تفيلات موزعة على جميع المستويات وكما نعلمون جميعا قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبر قاطرات الاقتصاد الوطني فالمغرب الآن يتوفر على حوالي 5000 شركة في مجال البناء والأشغال العمومية إذن فهو قطاع حيوي تجمع التكوينات ما بين الدروس النظرية والتطبيقية وفترات التدريب الميداني والأفوق هو الحصول على ديبلوم يؤهل لسوق الشغل أو التمكين من مستويات عليا بالنسبة للمتدربين الأكثر استحقاقا تحضيرات شهر رمضان الفضيل عند بعض الأسر تبدأ في شعبان لأن الشهر الفضيل طبعا له الكثير من الخصوصية عند جل الأسر المغربية مشاهد تحضيرات تلتقطها في أسواق الدار البيضاء كنموذج معك حسن بن ربح طلبيات التمر باتت جاهزة لكي تشحن في الشاحنات أكياس الزعتر يتم تأكد من أوزانها قبل شحنها بدورها إلى وجهتها نحن بدرب ميلا سوق التمر الشهير بالمغرب وسوق أيضا الفواكه الجافة الذي يؤمن معظم الأسواق المغربية من هذه المواد الحيوية خاصة قبل شهر رمضان المبارك بالنسبة للكاميو هذه الداخلة إن شاء الله وعندنا كلين ديالتيطوان ديالشمال ديالجانب كلهم هالطنوبي تتخوين في السوق والكمية كلهم تليفروا بالنسبة للمغرب كاملة تليفروا لي بالنسبة للفاكهة لوز قرقع كل سلعة درب ميلا حيث بالنسبة للدرب ميلا هي البرصة ديالطمر والبرصة ديالقرقع ودياللوز أصحاب المحلات أعدوا العدة منذ أسابيع استعدادا للشهر الكريم حيث يكون الإقبال كثيفا على الفواكه الجافة والتمر ماذا عن العرض والطلب الحمد لله تم استعداد بالتمور والفواكه الجافة التي ستخصف الشهر الفاضي إن شاء الله الكمية متواجدة وبوفرة الحمد لله حركية السوق لم تشهد ذروتها بعد للتو اشترى السيد حسن العمري مبتغاه من التمر يملك محلا لبيع المواد الغدائية زرعت الكتان اللوز جلجلان ومواد أخرى ضرورية لتحضير السلوش البكية وهي الوجبات التي تسبق عادة الشهر الكريم وتحرص معظم ربات البيوت على تحضيرها مهما كان الثمن وتخصص لمقادرها ميزانية خاصة بالنسبة لتهمن ديل غوز العام الفيت كان ت acts 30 35 32 هذا العام من 50 درهم ديل الميصر ديل البلد كان ت acts 50 45 هذا العام من 70 درهم وبالنسبة للبلد كانت تقريبية البلد كانت تakat 65 هذا العام كت Stunden مقارة مع العام الليفات في العام الليفات 30 هذا العام Blew Ella 50 درهم 88 وبرعم من نسبة الزنجلان والشراء عادي طبيعي جدا بالنسبة للمقارنة مع ذاك العام حيث كان المشكلة للنقل الدولي ومشكلة الجافافة في البلاد بالنسبة لسلعة البلاد أجواء ما قبل شهر الصيام في سوق ضرب ميلة لا تختلف عن باقي السنوات الوفرة والجودة بالستناء الثمن الذي لم يسلم بدوره من موجة الغلاء في الختام نذكر من بين أبرز مجاة في نشرة الظاهرة التعاون جنوب جنوب عند المستشارين المجلس يحتضن على مدى يومين المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب والنقاش سينصب خلال اليومين حول قضايا آنيا تبدأ بتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية المحتلو الإسرائيلي يريد اجتياح رفاح رفاح الملاذ الأخير لمليون ونصف المليون نازح فلسطيني في حرب دخلت شهرها الخامس والهدنة متعثرة إلى حدود الله بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظاهرة الموعد الإخباري القادم المازيغي أنفسواغ الليلة مع إحسان بن بل والمسائية مع زكريا إيتا بن مجيد غدا إن شاء الله تلقاكم في الظاهرة زهر إيتحل شكرا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة